إلى أوروبا حيث ما ذال الانقصام حول تحديد سقف الأسعار الغاز الطبيعي مشتعلاً حيث أكدت ست دول في الاتحاد الأوروبي معارضتها توسيع نطاق السقف المقترح لأسعار الغاز الطبيعي في سوق الاتحاد خوفاً من فقدان التنافسية مع بقية أنحاء العالم ودعت الدول الستة وهي ألمانيا وهولندا والنمسا والدنمارك ولوكسنبيرغ وأستونيا بضرورة إنشاء ما سمتها آلية تصحيح السوق ومن جانبه حذر البنك المركزي الأوروبي مما سماها انعكاسات مالية سالبة قد تترتب على تحديد سقف لأسعار الغاز